السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعدياتنا ملاقية الجوهر او الملاقية بالعقيق فهذا الملاقية هادي سهلة بزيف اهم حاجة فيها هو انك تعرفي كيفاش دير التناسق ديال الالوان هنا ضروري خاص نستعملوا العقيق في هجوج ديال الالوان اما بالنسبة لخيط من الافضل انكم تستعملوا الخيط ديل ايضًا اما قاق które Youtube واخ Anfang فستعملوا الخيط من الجر Todell الملاقية وهو نوعًا ما Border Oasing اما انا غير الخيط العادي الخيط اللي كان خيطه به الحويج وطني فلاحظوا معي مزيان خدمت بجوج دي العقيقات بيضين مع عقيقة حمراء هنا ضروري كما قلت لكم تستعملوا جوج دي الالوان ونتابهوا معي غير الترتيب دي الالوان كيفاش غادي نرتبوهم فهنا لاحظوا معي غادر نرجع في العقيقة الاخيرة هنا استعملت غير البرق العادية دي الالراندق تقدروا تستعملوا اي برق عندكم على حسب العقيق اللي انتم مخدامين به غادي ناخد جوج دي العقيقات في اللول الابيض لاحظوا معي انني في الاول استعملت ثلاثة دي العقيقات اما في المرحلة الثانية كنستعملوا غير جوج دابا غادي نكملوا الخدمة دينا كاملة بجوج دي العقيقات اهم حاجة في هاد الخدمة اهم حاجة وهو انكم تنتابهوا معي من اللي غادي نبغي نخدم للطرف الاخر دي التوب يعني احنا دابا مثلا نخدامين في هاد طرف هذا نقولوا باللي هو الطرف الايمن فعندنا الطرف الايسر هادك الطرف الايسر فيه واحد يعني واحد الحاجة مهمة بزيف خاسكم تعارفوها بش ما تغلطوش وتصدقوا معي ودي الخدمة كاملة من جديد فلاحظوا معي مزيان الطريقة دي التركاب دي العقيق كيفاش كنركبوه وكملت لكم نتابهوا معي للطرف الاخر دي التوب فاللاحظة اللي غادي نبدأ نخدم فيها الطرف الاخر نتابه معي له هاد موضوع مهم اما الان فالخدمة عادي جدا يعني خدمنا بعقيقة بايضة وعقيقة حمرق والان غادي نتبعوها جوج دي العقيقات بايضين الملاحظة اللي اهم ملاحظة لاحتها في هاد الخدمة واللي تقدرو انكم تعتمدوا عليها من اللي تكونوا خدامين هاد ملاقية دي الجوهر فهي ان هاد الالوان يعني اللي غا تقول لي صعيب شوية انها ترتب الالوان مع بعدياتهم فاهم حاجة متشوفيش الخدمة ككل شوفي غير هادك العقيقة اللي في التوب يعني لاحظوا معي مزيان العقيق اللي على التوب مباشرة هتلقوا عقيقة بايضة وعقيقة حمرق او مثلا عقيقة بايضة وعقيقة كحلق المهم تلقوا جوج دي العلوان فشوفوا معي الترتيب دي العلوان كيفاش غادي يعني عقيقة بايضة زائد عقيقة حمرق اما الصف اللي جا في الاعلى فهو كامل غادي بنفس اللون يعني كامل غادي باللون الابيض اما هنا شوفوا معي واحدة بايضة وحدة حمرق يعني بايضة حمرق يعني بايضة حمرق فغا تكملوا الخدمة بهالطريقة هذي كيف ما وريتكم انتابهوا غير العقيق اللي عندكم في الاسفل شوفوا معايا مزيان هنا كيفاش غنخدم الطرف الاخر لاحظوا معايا ان احنا هنخدمنا على الوجه اما في الطرف الاخر فغادي نخدم على الظهر ذي التوب علاش غتحرفوا معايا من اللي غادي نقلب الخدمة وغادي نبدأ نخدم فتم غادي نتعرفوا علاش بالضبط انا هنا بديت يعني بديت الخدمة بالمقلوب الاغلبية ما كردوش البال هاد القضية هذي فهد شي علاش انا بغيت نشرحها لكم في هذا الفيديو هذا باش ما تقاولوا شو يعني يجيكم الخدمة هي هذيك لانك حتى غتكمل الخدمة وغتلقي راسك غايجوك غايجوك يعني الالوان متفاوتين فهد شي علاش ركزي معايا مزيان الطرف الايمن مثلا خدمتي الطرف الايمن هو الاول فخدمي على الوجه دلتو عادي جدا كيف ما خدمت في البداية دي الفيديو يعني رجعوا البداية دي الفيديو نفس الطريقة اللي انا خدمت بياخد مباحة انتومة ولكن من اللي تبغو تخدموا الطرف الاخر فقلبوا التوب لاحظوا معايا مزيان قلبت التوب انا هنا يعني بغيت نوريكم هذيك القلبة دي الفيديو بغير باش تأكدوا مزيان باللي احنا راقال بين توب وشوفوا معايا من اللي غادي نكمل تركاب دي العقيق نفس الطريقة اللي ركبت بها العقيق في الطرف الايمن هي اللي غادي نركب بها العقيق في الطرف الايسر كما قلت لكم نتابه معايا غير اللحظة اللي غادي كيفاش غا نقلبها التوب باش تعطيني نفس النتيجة يعني نفس النتيجة ونحاولوا انكم اللي تكونوا كتركبوا في العقيق ما تدخلوش بزاف التوب باش ما يجيش هذك الخيط يعني بين غير واحد شوية كنشدو فيه وكننا راجعوا في نفس العقيقات اللي احنا ركبناها فهنا غادي نكملوا الخدمة بشكل عادي جدا هنا جوج دي العقيقات بيضين وحاولوا انكم تحتارموا المسافة اللي كتكون ما بين يعني كل جوج دي العقيقات حاولوا انكم تحتارموها يعني مهمة بزاف لاحظوا معايا الآن انا كملت هاده الطرف هاده هاده وننطي ç هنا اذي بذلDING على أما هذا الذي خدمناه سابقا في البداية في الفيديو فهو الذي سيكون الطرف السفلي ويأتي في التحت الخدمة شاهدوا معي مزيان الترتيب العقيق كيف يأتي نفس الترتيب أما لو أنت خدمت الطرف الأيمن وطرف الأيسر وما سيأتي نفس الترتيب كيف يأتي نفس الترتيب؟ اضطريت أن أعاوضها لا أريد أن تقوم بخطأ لاحظوا معي الآن كيف نجمع هذه الطرفين كنا نأخذ جوج الإبر وكل أبرق تدير فيها الخيط وننتبت الخيط في الأسفل ونطلع في هذا الجوج العقيقات في البداية الآن نأخذ الإبرق الأخرى لاحظوا معي مزيان نحاول أن ننتبت الخيط بطبيعة الحال ننتبت الخيط أسفل التوب باش ما يجيش بين يعني يجغر في الداخل للتوب ونرجع في هذه الجوج العقيقات التي يكونوا عندي في البداية دائما نشوفوا معي مزيان جوج العقيقات في اللون الأبيض جاء الفوق والتحت الآن نأخذ اللون الأبيض ندخل في هذه الأبرق مهم سواء الأبرق اللي جات الفوق أو اللي جات التحت يعني ماشي مشكلة ونشدها مزيان ونجيب الإبرة اللي عندي في الأسفل هي اللي غادي نرجعها هنا بحالك تديروا الشكل العقدة علاش باش هذه العقيقات تبتلين في الوسط ديال الخدمة فلاحظوا معي هنا غادي نرجع في هذه العقيقة بالطبط كندخل فيها الإبرة ديالي وغادي ناخذ الإبرة الأخرى وغادي ندخلها في العقيقة وغادي نحن أطلق هنا ديالي مكتم العملية ديالتباد والإبرة يعني الإبرة اللي كان نخدمها فوق مرة الجاية سوف نتلقي راسك خدمتي بها التحت والعكس صحيح الآن نأخذ اللون الآخر يعني مثلا هنا عندي الأحمر فكل السيدة واللون اللي عنده لاحظوا معي غادي نرجع في العقيقة يعني كددخل الإبرة من هذا الجيهة ومن هذا الجيهة باش تبتلينا مزيان وكننرجع في أول عقيقة كتبالية كنا نرجع فيها لاحظوا معي هنا تمت هذه العملية تبادل الإبر يعني اللي كانت الفوق اللي كانت الفوق رجعت الفوق كما بدينا كما غادي نكمل بشكل عادي جدا العقيقة كندخلوا فيها الإبر بجوج وكنحاولوا أن نحنا نتبت الخدمة ديانا مزيان نرجع في هذا الجيهة وفي هذا الجيهة هنا حاولت أنا نبيل لكم الإبر فدي ما حاولي أنك تشدي هاد العقيقة باليد ديالك وتبتيها مزيان عاد كملي الخدمة ديالك بشكل عادي جدا فهذه الخدمة ديانا ديال هاد النهار يعني هاد الملاقية هاد ديال الجوهر او الملاقية بالعقيقة هالخدمة طبيعي الحال هي يعني مش خدمة حسريا او يعني خدمة جديدة اللي اول مرة تُعرض يكينا بزيف غير الملاحظة اللي أنا بغيت نوريها لكم بذيك الطريقة كيفاش خدمنا الطرفين يعني كيفاش خدمنا هاد الطرف وكيفاش خدمنا الطرف الآخر لانا أغلبية ما كيركزوش على ومالي غتجو تخدموها تقبل لكم الخدمة وفاهد صدقوق يعني معاودي الخدمة من البداية كنتمنى ان هاد الخدمة هادي تنال اعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة وشكرا لكل سيدة كدعمني بتعاليق ديالها متنسوش يعني اللي عجبها الفيديو فتبارتاجيه مع أصدقاء ديالها باش الفائدة قطاعهم لجميع وكل شي يستافد ولي بغى تتعلم بطبيعة حال مرحبا بيها باب تعلم مفتوح للجميع شكرا لكم كاملي